ورجعنا لكو تاني ومكمالين معاكم مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى واجيال. يا دكتور عايزين بقى نتكلم في ايه? احنا ما بنبقاش فاهمين. لا 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 يا صلى على ذلك. احنا ما بنبقاش فاهمين. ايه فرق ما بين ربو ربو شعبي دور بارد حسان مزمنة. ايه ولا هما كلهم شارع واحد واحنا مش فاهمين. لا لا هما مش شارع واحد طبعا وده اهم يعني اهم حاجة كده ان احنا نتكلم عن موضوع عشان الناس تبقى واعية به. ان احنا نقول تعريفه. تمام كده? فضل فن. طيب تمام. فضل حارس. اوكي. تعريف الربو الشعبي هو اضطراب رئوي خلاص? بيصيب القصبات الهوائية في الجهاز التنفسي. تمام? تمام. يبقى اول حاجة كده بدأ زي بدء ان الربو ده او الربو الشعبي من من كلمة الشعب. الشعب الهوائية خلاص? اه. الشعب دي هي على فكرة اللي هما اللي اتنين اللي هو يعني اللي اتنين اللي هما بيبقوا يمين وشمال اللي بيبقوا داخلين الرئتين. اه. اللي هما بيتفرقوا بعد كده الحاجة اسمها القصيبات الهوائية. لأ تمام بقى خرج عن اراق. اه الحاجات الاصغر دي ودي نتكلم عنها ان شاء الله ان شاء الله في اخر الحلقة خالص كده عن عن القصيبات. انما القصبات الهوائية اللي هما الحالات زادت جدا على مستوى العالم خاصة في المدن وخاصة بين الاطفال الصغارين. بالمناسبة هو اسمه ربو شعبي ربو من كلمة من الكلمة العربية من اللغة العربية من ربوة. الربوة. انت عرف احنا ربو ده اللي هو بيطلع في الافلان فجأة البطرة تكوح وتبقى في جنب الحيطة والكوحة وقل لك انا عندي مش عارفة ايه وخلاص وتلقى مشهدين ويخلوه تتكل على الله. لا طبعا ما ده كان هو ده برضو انتباع غلط طبعا بالزبط. هو من كلمة طب هالناس ممكن تقول ايه طب ايه سباب التسمية? هي مش الربوة شيء عالي عن الارض. ايوة. اثناء الاصابة بالربو الشعبي او الناس اللي عندهم ربو شعبي بيكون عندهم حركة التنفس اسرع. تمام? فبيبقى السدر بتاعهم اعلى من الطبيعي نتيجة سرعة التنفس فعشان كده سموه ربو شعبي. ودي من المرات على فكرة او من المشاكل اللي ليه علاقة بالترجمة. لان كلمة ربو شعبي. الربو ده كلمة قيلة في اللغة العربية. فبيتهيق للناس او الناس يتهيق لها يعني. انها مصيبة. انها مصيبة. في حين ان هي زي ما بقول هي حاجة مش مش ضخمة جدا يعني. ليها مميزات محددة ان هي بيبقى فيها صوت تزييق. صوت تصفير. ده احنا كل عالس درابي صب. خلاص. فيها صوت تصفير خصوصا مع الزفير. اللي هو خروج النفس مش دخوله. يعني لما نعمل كده. شهيق. ده الشهيق. احنا دخلنا التنفو. دخلنا الهوى للرئتين. دي واحد زفير. خلاص. لما نعمل بقى كده بنلاقي بنسمع صوت صفارة صغيرة. تمام. فدي من اهم العلامات اللي بتشخص الربو الشعبي عند الاطفال وعند الكبار. تمام? تمام. عشان نعرف هل ده ربو شعبي ولا حالة مرضية في الربو الشعبي لازم يحصل صوت تزييق. وبيكون اسناء الزفير اللي هو خروج النفس. وتحديدا في فترة الليل او الصبح بدري اوي. يعني الموضوع ده يزيد بالليل. او الصبح. او ما بينقوم منه. خلاص. وبالمناسبة سبب الصوت ده هو دي المسارات التنفسية بسبب الالتهاب. حلو? يبقى معنى كده. ان الام او الاب اللي عندهم طفل. وابتدوا يلحظوا الصوت ده عند ولادهم. يقلقوا. يعني يقلقوا اللي هو قلق ان احنا نكشف طبيا. ان احنا نروح للدكتور. ان في حاجة كده مش مشخصة. ليه بقى? ليه بقى? لانه لو الطفل بصوته سمعنا صوت التزييقة دي يا فاطمة. خلاص? وبعدين راحت تي بتكون دلالة خطيرة. مش دلالة على انه خف. دلالة على ايه معلش? دلالة على انه كمية الهوى اللي بتدخل الرئتين اصبحت اقل. يبقى معنى كده ان الالتهاب ده زاد. مفيش اي حالة ممكن تجيب حالة برد عادية تجيب الحتة للصفارة دي وتروح. لا السفارة دي مخصوصة للموضوع ده. تمام. عشان ما يبقاش في خلطة من الامن. بالزبط كده. فعشان كده احنا بنقول ايه? خلي بالك. احنا جيبنا سيرة آآ رشح. مسلا. ما جيبناش سيرة رشح. خلاص? ما جيبناش سيرة ارتفاع في الحرارة. خلاص. ما جيبناش سيرة كحة دلوقتي. خلاص كده? هيبقى لسه فيه كحة في الاعراض هنقولها. بس اصدي ايه? انه الصفة المميزة الاعراض المميزة قوي هي في صوت صفارة بتخرج مع الزفير مع خروج النفس وبتظهر اكتر ما بتظهر يعني ممكن ما تظهرش في الايام في وقت اليوم العادي لكن تظهر وقت الليل وفي الصباح المبكر. على فكرة هي بتظهر لدرجة انه ممكن لو انتي مثلا نايمة جنب الطفل او حتى نايمة جنب اه مثلا اب او ام عندهم الرابو شعبي ممكن تسمعي صوت الصفارة دي مش صفارة بقى اللي هي زي بتاعة الحكم بتاع المباريات لأ صوت صفير يعني اللي هو صوت كده كل الناس بتهيالي فهمة انا اصلي ايه صوت زي ما كون تزيئة كده او صفارة صغيرة. ده بيكون مؤشر ان احنا لازم نروح للدكتور. تمام? رحنا للدكتور. ايه الحاجات التانية بقى اللي ممكن الدكتور يقولها انه هتبدأ تحصل. الدكتور مبدئيا خلينا ناخد رحلة كده زي ما انتي عاملها بطريقة لطيفة جدا. حسنا بالاعراض فروحنا للدكتور. فاول سؤال منطقي هيسأله الامهات والاباء بعد ما الدكتور يشخص وقول لهم ايوة دي حالة ربو شعبي. بالمناسبة ممكن زي ما هنرى في الوقتي الدكتور ممكن يطلب حاجات تشخيصية معينة. تمام. اول سؤال الام والاب بيسألو ايه? طب ايه السبب هو جلو من ايه? فهمتي يا قصدي. ايه يبقى هنا ايه اسباب الراب والشعبي. هل وراسي هل كده? بالزبط كده. اول واهم سبب او اول سبب هو العدوى الفيروسية. فيروسات. اللي ما بتتعليكش بقى? بالزبط كده بتسبب التهاب في بطانة القصبة الهوائية بتحفز العضلات انها العضلات بتاعت القصبة الهوائية دي انها تنقبط فده اللي بيعمل الصوت. هسألك سؤالي يا دكتور. كم مرة حضرتك هنا تعتقل لنا في البرنامج جما ييجي الابني في دور جامد لازم تكمليه الدواء وترجعي للدكتور في الاستشارة واهتمي. كم مرة? كتير اوي. بتعميت مرة نقول نفس الكريم. وما تسأليش على الجروب بتاع الامهات وما تسأليش على الفيسبوك وما تقوليش انا ابني صوته بيزايا صدره بيزايا اديله ايه? ما ينفعش. لازم تروحي للدكتور. لانه هنعرف دلوقتي كمان ان العلاج بيختلف تمام. هتفجأوا النهاردة. ان في اختلافات شديدة جدا في العلاج. مع انه في نفس العلاج في العلاج نفس المشكلة اللي هي نفس الحال. بس في علاج ايمين وفي علاج شمال. في علاج بخخات وفي علاج نقط. مسلا يعني. طيب ايه تاني من الاسباب? ملوسات الهواء. حلو الكلام? اه مسلا. عواجب السيارات. يخدش فيها التدخين بتاع الاهالي? طبعا. طبعا. ملوسات الهواء. زي عواجب السيارات. زي التدخين. زي رواقح الدهانات. زي مواد التنظيف. اللي بتنطف بها البيوت. وحضرتك قلت انك جملة دي انا فاكرة في حلقة. في حلقة الكورونا. فاكرة لما قلنا من بلغش. اه من بلغش كمان. زي كمان ابخيرة الطهي. ابخيرة الطهي. ودي حاجة كتير اهم الامات بيعملوها يا فاطمة. يقولوا ايه? احنا بنسمع كلامك يا فاطمة. انتي والدكتور محمد. انا ابني صغير بحطه كده في عربية. في المطبخ بعيد. في وش المطبخ. تمام كده? عشان باستباعيني عليه. دون ان تدري ان بيبقى طلع بخار من الطهي من الطبخ. ها? لو بتقلي حاجة. لو بتعمل حاجة. البخار ده ممكن يتسبب فيه اصابة. ممكن رقوله حضرتك على حاجة المطبخ حتى خطر للام انه ما يبقاش فيه تهوية. بالزبط كده. شباك شفاط شفاطين اللي بيخلي فيه تهوية حتى عشان صدري. برافو عليك. من الحاجات برضو الملوسات بتاعة الهواء هو حاجة شهيرة اوي الناس ما بتاخدش بالها منها. ايه. حاجة كلنا بنستخدمها مبيدات الحشرات. نموز بقى زباب. احدنا مسي على جوزي بس احنا وربنا علينا. لا مبيدات الحشرات دي من اكتر الحاجات اللي ممكن استخدامها بشكل ايه كتير او مبالغ فيه تؤدي الى مشاكل مشاكل في التنفس. تمام? طيب. ايه تاني لا رد علي معيشنا. ايه مشكلة نموزة دخلت? غالبانة دخلت تعدي علينا في الشكل. انا لا احنا. لازم نفضي ازا استن. الرجالة كلهم. بس انا عندي صاعق بقى انا بستمتع جدا بصاعق نموزة. لا انا لو جاء صاعق هيصاعق نموزة كتر ما بيجري. اه ممكن يصعقها ووقف عليكي. اه. طيب. في لسه اسباب تانية بس ممكن يعني ايه على حسب بقى نطلع فاصل. اه. لسه في احنا قلنا اسباب الرابو دلوقتي قلنا سببين. عدوى فيروسية. وملوسات الهواء زي ايه? زي التدخين. عوادم السيارات. رواقح الديهانات. مواد التنظيف. ابخرة الطهي. خصوان الزيوت والمبيدات الحشرية. لسه في اسباب تانية ممكن تؤدي للرب والشاعة. خلينا نطلع فاصل وركزه معنا جامد جدا من الحلقة دي مهمة. قوي بعد فاصل هنكمل كلامنا مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى بفكارك تاني. رقم الاسم اس واحد تسين تسعة والتليفون اتنين تا منتوشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيج بتاعتنا راديو تسين تسعين على الفيسبوك. خليكم معينا.